ما موقف رموز المعارضة التركية من واقعة استكهولم تلك التي حدثت أمام السفارة التركية هناك وحرق المصحف الشريف يعني هبة شعبية هبة أيضا من الحزب الحاكم من الرئيس أردوغان أين رموز المعارضة؟ لا حس لهم ولا خبر ولا هم كانوا في وادي آخر كأنهم يتبعون دولة أخرى لم نسمع لهم ولا أي تعليق ولا تصريح استنكار غريبة هذه الأحزاب صراحة حزب الشعب الجمهوري كان المفروض أن يكون له تصريح قوي هناك بعض التغريدات على استحياء من بعض المنسوبين للمعارضة ولكن رؤساء أحزاب المعارضة لم يدلوا أحد منهم بدلوه في هذا الموضوع لم يستنكر أحد وأتوقع أن هؤلاء مشغلون الآن يتخبطون الآن في المحركة الانتخابية أو التحديد لها بعدما تم الإعلان اليوم على أن الرئيس أردوغان يعتزم أن يكون هناك انتخابات في الرابع عشر تقديم الانتخابات وعودها عن 18 من جون حزيران لهذا العام تقديمها شهر وبضعة أيام تصبح في الرابع عشر من مايو مايس أيار لهذا العام وأسر عن مقطع بعض الهوى الحلقة الماضية حضرتك أشرت لي في هذا الموعد بالتحديد نعم وهذه كانت معلومة لكم مفيدة قبل أن يتم الإعلان وهذا الإعلان الآن جعلهم يتخبطون الآن وهذه المعارضة وهذه الأحزاب المعارضة مشغلون فيما بينهم كيف سيكون من المرشح وكيف التوافق ومن ومن وأتوقع أن هذا أيضا يعكس نواياهم التي هي أنهم لا يهتمون بشؤون المسلمين وأمر المسلمين لا يهتمون بهذه المقدسات الإسلامية التي هي صلب كرامة الإنسان وعزته وإبائه وبالتالي المعارضة لم نسمع لها أي تعليق ولكن هناك أصوات نعم من بعض أطياف المجتمع التركي حتى لكم من من سوطنا المعارضة ولكن الشعب التركي بعمومه هو شعب عاطفي ومسلم ويرفض أن يكون هناك المساس بالقرآن الكريم بكتاب الله عز وجل ورأينا ذلك واضحا ومجاليا ليس فقط في هذه المظاهرات العارمة كان هناك تصريحات كبيرة وهناك استنقالات واسعة شعبية بغض النظر عن الانتماءات الحزبية للشعب التركي اشتركوا في القناة